نحن حتى الآن في المؤتمر الشعب العام أرسلنا متطوعين من المقاتلين أما وقد رمى برهانه الأخيرة على التاريخ فهل أحسن التاريخ سرد الرواية وصنع خاتمته ومتعدين الآن أن نرفضها بالجيوش بالجيوش الموجودة في حوزة المؤتمر الشعب العام في كل المحافظات عام مضى على مقتل صالح يتذكر اليمنيون عهده المليئ بالفساد والمكائد والتناقضات وتاريخا مثقلا بالجريمة قتل صالح على يد شركائه في الانقلاب عبارة لا يمكن محوها ولا يمكن أن تغفر لصالح وحزبه والقوات الموالية له ذنب خيانة الجمهورية والتفريط بشعب وبلد كاليمن الذين يقاتلوا في تعد إرهاق كلهم دواعش الذين يقاتلوا في المخى دواعش ولكن هناك رجال هناك رجال وشغطيات بالقناصات يقول الكثير من اليمنيين أن مقتل صالح على يد حلفائه الحوثيين لن يطهره من جرائمه وتواطئه معهم وليس من السهولة غفران تسليم دولة وأعناق اليمنيين لميليشيات نكاية بخصومه هكذا إذن ينتهي عهد صالح ليبقى تاريخه المليء بالتناقضات شاهدا على كل جرائم تناقضات صالح في مواقفه مع الحوثيين منذ بداية الحروب وحتى اللحظة الأخيرة تخرس الأصوات والمحاولات لتسويقه كبطل اللحظة الأخيرة ألم يكن الحوثيون شراً مسلطاً على البلاد حين خاض ضدهم حروبه الستة وكان الحوثيون هم أنفسهم الشرفاء ورجال الوطن المخلصين كما سوقهم صالح لمناصره وأتباعه من أفراد الجيش وحزبه حين استدعت نقمته على الثورة للتحالف معهم ما بش بيننا وبين الحوثيين شيء الحوثيين كان وانا كنت على رأس السلطة كان في خلاف إداري خلاف قانوني وهم أيضاً من أصبحوا خطراً على الوطن والجمهورية حين وجهوا أسلحتهم نحو منزل عن جهية وعنصرية وطائفية وكلام غير مقبول إزاء هذه التصرفات الرعنى وآخرها الليلة من دوء بعد العصر وحتى هذه اللحظة قبل أدان الفجر وهما يقصفون الأحيا والمساكن الذين تتواجد فيهم القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية ومساكن علي عبدالله صالح وأقرباءه للتخلص منه تمضي الذكرى الأولى لمقتل صانع الخراب الكبير لكن صالح لم يعد فرداً فقد أصبح ظاهرة ورثها لمن بعده وتاركة كبيرة من الفساد التي خلفها لليمنيين يقاتل أطبع صالح على إنتاج أسطورة الزعيم المناضل وتخليد معركة ديسمبر باعتبارها ثورة جمهورية غير أن التاريخ يسمع للجميع لكنه لا يكتب إلا الحقيقة